موقف حركة حماسة النهائي هو رفض لكل هذه الأمور وأنها تريد العودة إلى ما تم طرحه من قبل الرئيس بايدن في الثاني من يوليو الماضي والذي كان يقضي وفق شروطها أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة هذان العنوانان الرئيسان لم يكن ربما سهل أن يكون هناك تأكيد أو ضبانات عليهم في ظل الرفض الإسرائيلي ورغم محاولات الوسطاء سواء من الجانب المصري أو القطري أو الأبريكي خلال الساعات الماضية لتقريب وجهات النظر لأن يكون هناك نوع من الضمانات أن تتم هذه العملية بشكل جزئي ولكن من الواضح بأن حركة حماس في النهاية رفضت هذا الطرح هذا ما جاء وفق بيانات وتصريحات منسوبة لقادة حركة حماس الوفود بالفعل عادت الوفدة الإسرائيلية على كل الأحوال لم يكن له صلاحيات لألبت فيما يتم طرحه سيكون هناك عودة لرئيس الوزراء الإسرائيلي وبالفعل كان هناك مغادرة لهذا الوفد مساء الأمس أيضا وفد حركة حماس عاد يعني لا أحد يستطيع أن يقول أو يفضل كلمة فشل ولكن دائما في مثل هذا النوع من المفاوضات يكون هناك حرص من الجميع على إبقاء نافذة موجودة لاستمرار المفاوضات ربما قد يكون هناك استئناف لها بشكل أو بآخر سواء في القاهرة أو في الدوحة أو في عاصمة أخرى خلال الأيام الماضية على الرغم من أن كثير من المحللين وبحسب التوقيت والظروف الإقليمية والدولية كانوا يرهنون بأن هذه الجولة قد تكون مفصدية وقد يكون هناك نجاح أو حلحلة للمرور على الأقل إلى الصفقة أو مرحلة أولى من هذه الصفقة قد تكون دافعا لمزيد من الأمور التي قد تأتي في الإطار الأشمل للصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين خلال الأيام القليلة المقبلة شكرا لك على كل هذه الإضاحات من القاهرة مرسل الحدث أحمد عثمان